تحياتي في الحقيقة المغرب دولة سيكون لها شأنا كبيرا كدولة لها رصيد كبير من اليورانيوم يكفي العالم ولسنوات طويلة من هذا الخام الاستراتيجي مهم فما هي الحكاية؟ احتياطات المغرب من خام الفوسفات تصل إلى 50 بليون طن نعم مرة أخرى 50 بليون طن ويمثل 72% من احتياطات العالم التي تصل إلى 69 بليون طن وطبعا توجد دول العربية أخرى لديها احتياطات كبيرة من الفوسفات مثل تونس وسوريا والسعودية والأردن والمصر والجزائر نعم نرى من ذلك أن توجد دول العربية الآن تحكمت في أسواق البترول منذ السبعينات وحتى الآن وستأت المغرب قريبا بمفردها لتتحكم في أهم خام للزراعة والكثير من الصاعات الأخرى ومنها الصناعات النووية أهمية الفوسفات كما ذكرت ليس لكونه سماد فقط ولكنه مصدر مهم لإنتاج اليورانيوم كمنتج جانبي لإنتاج حمد الفوسفريك وأسمنة الفوسفات يوجد اليورانيوم بخامات الفوسفات تقريبا بتركيزات تتراومة بين 50 إلى 200 جزء من المليون وهذا يمكن استخراجه أثناء صناعة السماد وتحضير حمد الفوسفريك من خام الفوسفات وذلك بعد المعالجة بحمد الكابرديك فقط أي أن الصناعة سهلة مباشرة وليست معقدة ويكون حوالي 90% من اليورانيوم الموجود في الخام متواجد في حمد الفوسفريك وقبل القيام بالعمليات النهائية لتحضير حذر حمد بشكل نهائي يمكن استخلاص اليورانيوم منه أو ذلك بعمليات كيميائية معروفة وبسيطة تعرف باستخلاص بالمزبات الكيميائية لإنتاج الكعكة الصفراء يقدر احتياطات اليورانيوم الموجودة بخامات الفوسفات عالميا بحوالي 9 مليون طن منهم حوالي 7 مليون طن من هذه الاحتياطات للمغرب هنا نجد أهمية المغرب كدولة تتحكم في أسعار اليورانيوم بالسوء العالمي مستقبلا ولكن إذا أحسنت استغلال ذلك ولم تفرط بالتعاون مع شركات عالمية وأعطت حقوق لهذه الشركات التعاون العربي هنا مطلوب لتحقيق استثمارات قائمة على الربحية والاستقلالية بالمقارنة نجد مثلا أن استخراج اليورانيوم من المصادر التقليدية عام 2019 لم يتعد 54 ألف طن من اليورانيوم وأن احتياطات اليورانيوم العالمي منها حوالي 6 مليون طن أي أن احتياطات الفوسفات أكبر بكثير السؤال هنا لماذا لم يستخدم اليورانيوم من الفوسفات حتى الآن حتى نأخذ صورة أكثر وضوحا نجد أن تاريخ استخدام أمريكا لاستخراج اليورانيوم من خام الفوسفات كان على مرحلتين المرحلة الأولى وكانت منذ عام 1952 إلى 1961 وتمت ثلاث مصانع بذلك ولكن كانت الكميانت المنتجة بسيطة ومحدودة المرحلة الثانية وكانت خلال الفترة من 1976 إلى نهاية عام 1999 وستطاعت أمريكا تطوير هذه الصناعة وتمت ثم المصانع بذلك وبالنهاية تكون إجمال اليورانيوم المستخرج من الفوسفات 20 ألف طن أسعار اليورانيوم المستخرج بهذه الطرق من الفوسفات وجود أنها مرتفعة قليلاً عما هو محروض خلال التسعينات بالسوء العالمي ولذلك توقفت أمريكا المواصلة باستخراج اليورانيوم من الفوسفات ولكن الاهتمام زاد حالياً مرة أخرى خصوصاً أن الفرق الآن ليس كبيراً وتحسن الاقتصاديات في استخلاص اليورانيوم من الفوسفات مثل مسل استهلاك أمريكا عام 2019 كان حوالي 22 ألف طن بمتوسط سعر حوالي 78 دولار للكيلو جرام في مقابل 96 أو 115 دولار من يورانيوم الفوسفات ولذلك سنجد خلال 10 إلى 15 عام المقبلة تزايد الإقبال على اليورانيوم من الفوسفات وخاصة أن أسعار اليورانيوم من المصادر التقليدية يتعرض لهزات كبيرة كما رأينا كل عدة سنوات لا أسباب عديدة لداء لمنقشاتها الآن في المقابل أتوقع أن أسعار اليورانيوم من الفوسفات ستكون أكثر سباتاً لارتباطه بصناعات أخرى كبيرة مثل صناعة الفوسفات ولكن في العموم الانتقال من اليورانيوم من المصادر التقليدية إلى اليورانيوم من الفوسفات لن يكون سهلاً لأنه في أي عدد محدود من الدول كانت مسيطرة على سوق اليورانيوم منذ الخمس سنوات وحتى الآن ولن تفرط في ذلك الأمر بسهولة إلا إذا أجبرت على ذلك كإنخفاض الاحتياط أو أن سعر اليورانيوم المنتج من الفوسفات أصبح أرخص من اليورانيوم الناتج من المناجم وسيأت اليوم الذي ستجد به المغرب لها كلمة مسموعة في الصناعات النووية العالمية ولها مكانة كبيرة كما لا نتوقع تحياتي وتقديري تحياتي وترجمة نانسي قنقر